السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله سؤال اخر يتعلق بقصة سيدنا سليمان هذه القصة الطويلة يعني لا يمكن ان نجيب عنها يعني في دقائق نعم ولجل فرصة ان شاء الله نتكلموا عليها قصة دي سيدنا سليمان مع الجين مع الهدهود مع مالكة يعني سبأ نعم قصة طويلة جدا وراه مذكورة في سورة النمل ولقد آتين داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين ووارث سليمان داود وقال يا ايها الناس علمنا منطق الطير واؤتين من كل شيء ان هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والينس والطير فهم يوزعون حتى اذا اتوا على وادي النمل قالت نملة يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم من تتكلموا هذه حقيقة اثبتها العلم الآن الى اخر لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي ونعمل صالحا ترضاه وادخني برحمتك في عبادك الصالحين قصة عجيبة لسيدنا سليمان عليه السلام المعنى الاجمالي للقصة يعني بدأت هذه الايات بذكر نعمة الله تعالى واعظم نعمة هو نعمة ديال العلم يعني الله تعالى تبين الفضل دياله الكارم دياله انه اعطى سيدنا داود وسيدنا سليمان علما كنشيش حاجة اعظم من العلم ولقد اتين داود وسليمان علما شرف العلم والعظم ديال العلم له يعني اهميته في شريعتنا نعم نعم ولهذا جاءت الايات يعني في هذا الباب وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين اذا العلم والنبوة يعني حسوا باش بالفضل ديالله سبحانه وتعالى الذي فضلنا على كثير ولم يقول الذي فضلنا على جميع على كثير من عباده المؤمنين على شريع الناس يبقى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو الافضل نعم وتمكين يعني انبياء هناك انبياء اخرون وورث سليمان داود يعني بعد وفاته استلم الامر بعده كانت الوراة ذي النبوة وديا العلم وديا الرسالة والخلافة والقيادة نعم يمشي وراث ذي الملك المال لا الانبياء لا يرثون ولا يورثون لا يورثون ذينار ولا ذي الهامة كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام ما تركنا صدقه فأعلن سيدنا سليمان عليه السلام ان الله تعالى خصه بتفهيمه منطقة طير واتاه الله تعالى في حكمه من كل شيء وهذه الوراثة في العلم والنبوة معها نعم عظيمة من الله سبحانه وتعالى الله تعالى علم سيدنا سليمان لغات الحيوانات والطيور والجن تفهم الكلام يخاطبهم يتكلم معهم فكان سليمان أعظم ملكا من داود عليه السلام وأقضى منه وكان داود سيدنا داود أشد تعبودا من سيدنا سليمان عليه السلام نعم الله تعالى سخر له الإنس والجن والطير والوحش ذات سليمان وآتاه ما لم يؤتي أحدا من العالمين ووارث أباه في الملك والنبوة وقام بعده بالشريعة وحشر لسليمان لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون عرضت هذه الآية مشهدا عسكريا مهيبا يسير سليمان عليه السلام القائد مع جيشه العسكري الكثيف مكون من عدة فرق متناسقة أخبر الله تعالى بتزدي الفرق في قدير الإنس بندم كما تقول احنا وفي قدير الجن وفي قدير الطير تضلل عليهم فتكون كالسحابة التي تمنع وهج الحر من الشمس جمع علي سليمان يعني الجنود دياله من الجن والإنس والطير الله أعلم بحقيقة هذا الطير نعم فإذن هذا ليس رياء ولا فخرا ولا تعني عن الخلق يعني كان يجاهد في الله تبارك وتعالى إذن الله تعالى أكرمه بذلك القصة يعني طويلة فقال فهم يوزعون يكفوا أولهم على آخرهم لألا يتقدم أحنا على أحد في المنزلة والمرتبة ولا يتقدمون في المسيل على القادة يمنعون يوزعون يمنعون يحبيسون يرتبون إلى آخره ثم أكن القصة الأخرى وتفقد الطير فقال ما للا أرى الهدهد القائد يكتشف غياب الجندي ويسأله ويحاسبه إذا رجع أين كان لم يكن جنود سليمان ناس المنسية طير عين موجود لا أعرف كل واحد أو كانوا مهملين كل واحد عنده المكانة ديالو مزعين يعني بالنظام حتى أتوا على واد النمل قالت نملة أين هو واد النمل في أي مكان في الجغرافية الله تعالى أعلم لم يذكر القرآن عظيم كان فيه فائدة يذكر القرآن إذا ما فيه شيء فائدة الفائدة من القصة العبرة والعظة ما وقع في القصة ولا يضرنا أننا لم يعرفناش حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملتون لما دخل جيش سليمان الكبير هذا الوادي يجتازونه إلى مكان آخر شاهدتهم نملتون من النمل وقالت بلسان الشفقة على قومها التي تحريص على مصلحتهم يعني وتتمنى لهم الخير والسلامة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون حكيمة في نصحها لأمتها حكيمة في ندائها وفي تنبيئها يعني الإنسان إذا أراد أن ينبها على شيء مهم استعمل آدات النداء يا أيها النمل فنادت معاشر قومها تحببا وتقرما ليسمعوا كلامها وليستجيبوا لنصحها يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم ادخلوا بيوتكم التي تقيمون بها في باطن الأرض باش تحكميكم من الأخطار نعم اشنه هو الخطر لا يحطمنكم سليمان وجنوده لهم الأخطار جدا ويدوسكم يعني يزمع لكم وهم لا يشعرون سبحان الله اعتذار جميل من هذه النملة عن سليمان وعن جنوده إنها لا تريد أن تقول إنهم يدوسون النملة تعمدا وإرادة للأداء وقتلا للصغار من الكائنات وإنما وهم لا يشعرون فقدمت العذر ويحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتأملوا حكمة النملة كيف أدركت أن سليمان وأن جنود سليمان نعم أنهم يفعلون ذلك بدون شعرهم لا يشعرون إذن ربما أقول أن الكائنات شعروا بنا ولهذا قال القرآن فتبسم ضاحكا من قولها اسمع الكلام دي لها سليمان عليه السلام أفهم المراد دي لها وتأثر وأعجبه هذا الكلام تبسم ضاحكا من غير قهقها الأدب في الضحك نعم تبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أنا شكور نعمتك التي أنعمت علي إنها نعمة كبيرة عندما أكرمه الله تعالى بهذا ألهمني ووفقني أن أشكر نعمتك التي مننت بها علي من تعليم منطق الطير والحيوان وعلى والدي بالإسلام لك والإيمان بك لأنك مننت علي والدي أيضا نعمت علي وعلى والدي بنعمة الإسلام والدين وأنك أدخلتنا برحمتك في عبادك الصالحين وأنك جعلتنا من المطيعين وأنك وفقتنا لما تحب وترضاه وأن أعمل صالحا ترضاه هذا هو المهم أن أعمل صالحا صوابا خالصا أن أعمل صالحا صوابا وفق شريعة الله تعالى بنية صافية حسنة لله رب العالمين واذخني برحمتك في عبادك الصالحين ألحقني بالرفيق الأعلى من أوليائك وعلى كل حال هناك فوائد وأحكام تستفاد من هذه القصة يعني يسعب الآن يعني أن نذكرها في هذه العجالة فيكفي ما ذكرنا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يسر أمورنا وأن يغفر ذنوبنا وأن يسر عيوبنا وأن يتولى أمورنا اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما أحن أهله يا أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم نسألك من الخير ما سألك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر مستعاد منه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين أرزقنا حب سيدنا محمد وحب من يحب سيدنا محمد وحببنا لسيدنا محمد ولمن يحب سيدنا محمد ولمن يحب سيدنا محمدا يا أرحم الراحمين ووفقنا لاتباع سيدنا محمد واجعلنا في الدنيا والآخرة تحت لواء سيدنا محمد يا أرحم الراحمين لا تحجبنا عن وجه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واختم لنا بالموت على دين سيدنا محمد واسقنا من حوض سيدنا محمد ومنحنا زيارة سيدنا محمد وارزقنا شفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة